مرحباً جميعاً في هذا الفيديو سأريدكم كيف تنظر الوصول على إكليبس وكيف تنظر جواباً جواباً بعمل الوصول على إكليبس لذلك لتنظر الوصول على إكليبس ثم إكليبس مركز وفي هذا المنزل يجب أن تنظر الوصول على إكليبس دعونا نقوم بأسفل لذا هناك باسم الأخيرة من دونج المنزل يوجد باسم الأخير الأخير ومالutra هذا السحر في الواقع صغير المنزل سأتغبان الأخير لذلك لنشعر في هذا البطن ثم نشعر في متنظر في هذا مغرص نظر الوصول على إكليبس ثم نشعر في الافحال ونتنتظر حتى الثلاثة الإنسطالة. الآن الإنسطالة تستخدمها حقاً، لذلك يجب علينا أن نبدأ إكليب. في هذا المنزل، دعونا نقوم بقية الهدفة، ويجب أن تصنع مدرسة مدرسة مدرسة، يجب علينا أن تقلق على هذا المنزل. ثم دعونا نسخة Swing، ثم G-Frame. ثم يجب علينا أن أعطي الهدفة، لذلك سأسمعها AddUserFrame. الآن دعونا نقوم بقية الهدفة، ونحن نقوم بقية الهدفة، لذلك يوجد هنا، ويجب أن هذا هو مدرسة. لذلك إذا أردت أن أستطيع الهدفة، لدينا فقط أن نقوم بقية الهدفة. ونحن نقوم بقية الهدفة، لذلك يمكن أن تظهر هذه الهدفة على الهدفة. لذلك لدينا فقط أن نقوم بقية الهدفة على الهدفة هنا. لذلك هنا لدينا الهدفة الهدفة التي يجب علينا أن تصنع. ونحن هنا هناك مختلفة التي يمكننا أن نقوم بقية الهدفة. وعندما أختبت أي مختلفة من هذه الهدفة، في هذا المكان يمكنني أن نرى محبوباته. وفي هذا المكان لدينا مختلفة مختلفة التي قد نقوم بقية الهدفة. الآن لنذهب إلى مقنة الهدفة، لدينا فقط أن أمتع بقية الهدفة هنا. وبنتم ات drives we have to make double click on the class name just here so here we have the Explorer now I will show you how to open a class using window builder so let's suppose that I want to open this class using window builder so if I Make double Click on it here I have only the source code and I can not switch to the designer now if إذا أريد أن أفتحها بعمل مستقبل، يجب أن أقوم بعمل مستقبل، ثم أفتحها ثم أفتحها، ثم مستقبل مستقبل، الآن لدينا أمسة مستقبل، دعونا أقوم بعملها، و هنا أمسة مستقبل،